وحبيب الله مع شرح المنسانيار نبيه الترس المنسانيار كان إبراهيم متى يصل إلى مدينة يقيم مذبح لله لماذا كان يقيم إبراهيم هذا المذبح؟ كل العهد القديم وفيها لليوم بحياتنا المجتمعية شيء من هذا حيث ما ترى الله يترك المؤمن علامة بيدل علي أن الله هنا ترى ألي كانت بالنسبة لأيلون قدسية ما يصبح المكان مقدس والمذبح بخلف مفهوم اليوم تقام على ذبيحة كان المذبح كنية عن نصب أكتر من مذبح يقام نصب تذكارة يقول فيه المؤمن أني هنا التقيت لله كان هو كنية عن بعض الأحجار ويجب أن تكون أحجار طبيعية مش مقصوبة مش مشهولة على طبيعتها تترك تقام بشكل ما يشكل للمؤمن علامة أن الله في هذا المكان ترى أليه كأنه يصبح يصبح موعد اللقاء عنوان اللقاء أو تجدد ثمرة اللقاء وليوم بمجتمعاتنا سيت شيء يعني خليني أقول إذا واحد لا سمح الله سرماه حادث ما بمطرح ما يكون الحادث كتير خطر ونجي منه بيحط مزار بيحط علامة هنا تجلى الله بسبب الخلاصة اللي تم ونحنا لليوم يعني ببساطة أكتر من وضع مزار مطرح ما بيصير عندك نأزمة بترسمي إشارة الصليب على وجب سرخي عادرة كأنه تستعدين حضور قوة الله الحاضنة الحافظة الأمنة هناك العديد من الأنبياء يلي تهيدوا يلي تعدوا عن مزبحهم عن مأميكن صلاة كنبع بصلاة العاشقة لله يشتقون إلى هذا المطبح إلى هذا المكان والعودة للمكان بترد زيت الاختبار مع زيت الحرارة مع زيت السمار لذلك بالرياضات الروحية مطلوب تترك المكان الطبيعي اللي أنت عايش فيك اليوم إلى مكان خلوي تشعرين أن الله يلتقيك هناك فيه إنما حدث جوع في الأرض وبسبب هذا الجوع نزل إبراهيم إلى مصر دون مشهورة من الله عاش في مصر بدون مذبح وكان إله تجربة بمصر مع زوجته سارة فكيف نجي منا وهل هون كنت كسرت الشراكة مع الله هل إبراهيم هون بطل بهالحالة يلي هو قريب من الله على شراكة ميكنة مع الله ما الذي حصل هنا؟ شو اللي صار؟ خليني أكد المبدأ أنه الله لما بيدعي شخص ما بيلغيله منطقه ولا بيلغيله إرادته ولا بيلغيله شخصيته أو حريته يعني الاختبار اللي عم تذكريه بحياة إبراهيم سعوده إلى مصر من أجل المجاعية اللي ضربت الأرض اللي هو فيها والدعاء سارة بأن أخته مش مرته حتى ما يقتلوا المصريين بسببها لأنه حسب ما بيقول كده أنا كانت جميلة نعم فخيف إبراهيم وقال إذا قتلوا المرت رح يقتلوني سبب القتل هي كسل العهد بين سارة وبين إبراهيم تصير حلال التزوج من سارة بس هالحالة القلق يلي هون ما بدأت عاكم هون إبراهيم بحالة قلق ما كان فيها قبل وقت لترك كل شي ومشي هون بطل بحالة سئة مطلقة في خوف هل إبراهيم يخاف من المصريين أو من الفراعن أو من أي حدثين مش خوف هذي الحكمة الحكمة إبراهيم يعني إبراهيم يحتكم لزيته بأنه مثل ما نزح من أور الكندرين إلى حران بسبب أنه حران أو ضاعة أحسن نزح من بيت إيل يلي هو فيها جوار كنعين إلى مصر لأنه هونيك الحالة أحسن وكلنا منعرف مصر كانت تعتبر أمر الفقير خاصة حمستوى خيرات الأمح يلي كانت فيها وتشوفي بعدين اختبارات يوسف كيف الرب استخدم هالشري اللي ارتكبوه إخواته فيه أنه بيعوه لقافلة إسماعيليين تكون عمليا نعم بيحضر لهم لا يستقبلون يوسف وقت المجاعة رح يطلعوا هني وبيون يا عقوب إلى أرضه فإذن روحة إبراهيم منع مناقضة للعهد مع الله لكن على الأكيد إبراهيم اتكل على حكم نعم هنا في أكد وهذا بأكد أنه نحن منع دمى بإيدان الله عندما نكون خدام إله يترك الله المسيحة نعم الله يدخل على مستوى المبادئ يدخل على مستوى العهد لكن من لا يدخل على تفاصيل الحياة اليومية يعني إذا أنا لازم ميرسيديس أو لازم لازم يقعني بيجو بس أنه هل هذا يقتضي جمعة رياضة رحية لأعرف أنا إذا بتناسب هذه أو بتنسجم مع إرادته هذا تفصيل المهم أن تكون السيارة التي بدأت إياه بيخدمة مجدو هذا مبدأ ليس لأن أنا شاري سيارة معيش في روح من سهرات إنجلية عم بيخدم مثل فإذن الله لا يدخل في التفاصيل الدقيقة يجب الله أن يبني العهد مع شخص ما ويحدد رسالته على الشخص بعدين أن يتكيف بكل ظروف حياته لتكون إيه للي لازم ينقال عنه إيه ولأ للي لازم ينقال عنه لا كله في خدمة هذا العهد طبعا وبهل المطرح منحس وكأنه الله بعده متابع متابع بقوة يعني بجي يدخل بجي يخلصه بجي يخلص سارب يخلصهم كلهم من كل هالأجوة يعني الله مصر على إبراهيم يريد إبراهيم ويريد أن يجعله بركة في شيء في شيء من اللوم إذا بدي أحكي أنا بمنطقي بالتحليل وقراءتي أو معرفة لشخصية إبراهيم ومنطق الله في الكتاب المقدس أنه أشأهدك عماصر أنا وعدتك أن تكون في أرض تدور لبنا وعسلا أنا جبتك على بيت إيل على عاي على منطقة الكنعانيين هذه الأرض لأنا دليتك علي هونيك أقامت مزبح يعني هونيك أنت ركزت لقائك في أكدت يعني ما كان يمكن أن يقلقك كل الطريق بلغ بك إلى الأطمئنان هون شو رحتم مصر كات الحكم البشرية الله يفسح فيها لأنا بالآخر من دوم نحن بين إيدان الله وهذه نعم كبيرة في المسيحي يجب أن يعوّل عليها لكن على الأكيد اختبار إبراهيم في مصر لم يكن اختبار ناجح لأن اتكل على حكم وهذا الله سيدخله بمشاكل بعضين مع الملوك الاعتداء على لوت سرقة كل المواشية إنما يعيد الله ويخلص ويعيد الله ويخلص طيب وماذا عن النزاع الذي حصل بين إبراهيم واللوت يقول الناس كان إبراهيم غنيا جدا وأيضا لوت كان غنيا وحصل خلاف ما بينهم إنما كان طمع إبراهيم بمجد السماء أكتر شو صار بين إبراهيم واللوت ما منعرف إذا سبب القسم هو أن إبراهيم متجرد بهالمعنى ما بيوضح من النص هيك بيوضح من النص أنه صار شجار بين رعاة لوت ورعاة إبراهيم يعني بين الشاغيلة طبعا لوت شاغيلة وبخيول إبراهيم وبين شاغيلة إبراهيم صار خلاف بينهتهم فبيحمل لوت هالقضيل إبراهيم كونه إبراهيم عمه من ناحية وكبير وهو الشيخ المتقدم كما قلنا بيعني اسمه كأبرام الأب المتقدم أو أب الوجيه ومتل ما صار اسمه بعدين أبراهيم يعني أب الشعوب أب الأمم يدعوه يدعوه إبراهيم إلى التعالي عن موضوع هذا صغير أي أرض بترعب فيها ماشيتك وأي ترعب فيها ماشيتك يحاول إبراهيم أن يعزل نفسه بكل يتو لأ الله عن كل الناس ياللي هن لم يدخلوا العهد معه يعني عمليا لو تمنوا ابن العهد ولا معنى بالارتحال إبراهيم بيأخذ معه لوت بس الله لم يتجلل للوت لم يدخل لوت في سر اختبار إبراهيم ولم يبني معه الله سر البركة اللي بناها مع إبراهيم لذلك يعود إبراهيم إلى مركزية المساحية اللي رب وعده فيها وقال له للوت حدد وين بدك تروح بتروح شمال بروح يمين بتروح يمين بروح شمال مبريد كون رجل خصام بين وين ترعب مشيت وين ترعب مشيتك لأن السر الذي يحمله إبراهيم هو أكبر هو أكبر من أن يكون رجل أعمال انتهى كرجل أعمال وإدارة مواشي هناك رسالة جديدة اسم جديد هو يدير شؤون الله أرض جديدة طبعا اسم جديد أرض جديدة بيئة جديدة رسالة جديدة خلاص تبدل لكل شيء وهناك أيضاً في نص صورة كتير حلوة عن ملكي صادق وكهن الله العلي وملك تقبل مع إبراهيم وهالصورة كتير حلوة كيف أنه إبراهيم يعني أدى الطاعة لملكي صادق أو نعم شو بعر إلى ماذا ترمز هذه الصورة بمنطق إباء الكنيسة حضور ملكي صادق المفاجئ على مسرح الأحداث واختفاءه المفاجئ أيضاً لابد أن يرمز بحسب منطق إباء الكنيسة إلى سر المسيح ما عنده أصل بلج فيه ما منذكر ملكي صادق من وين يجا وفجأة بيطل ملكي صادق وفجأة بيختفي وعشويسكا بعدين بيكفي رسالة إلى العبرانيين بتعمل مقاربة حلوة كتير بين ملكي صادق وبين يسوع المسيح وتقول هل يمكن لملكي صادق أن يكون أقل من إبراهيم ويبارك إبراهيم أن يكون أقل من إبراهيم ويقدم له إبراهيم القرابين والعشور فإذا أن يقوم إبراهيم بهذا الفعل وأن يبارك ملكي صادق إبراهيم يعني هو بخليل الله أرقم من كل ملك هذا يعني أنه شخصية المسيح لا يمكن أن يكون إلا السيد المسيح تطول فيه شخصية ملكي صادق وهذه سورة سيما أنه اسمه بيأكد عليه ملكي صادق أو ملكي البر أو ملكي الأبرار ولا ملكي الأبرار إلا يسوع المسيح ملكي السلام يعني هو أمير السلام يسمي أشعية يسوع المسيح ليس سنة أربعة لأنه ما بقى معنا كثير وقت بس أنه أنا بحب تقلنا عن إختبار إبراهيم كيف وصل لدرجة أيضا أنه يقدم ابنه ربيحة لله وأنه ابنه يرضى يوضع رأسه للذبح شو اللي حصل يعني هل نضيعتي لألا ابنه وابنه بدي يقبل كمان أنه يتقدم لألا لأنه بي وبدو شو هالصورة ما في شك أنه المنطقة يلي انتألى إبراهيم منطقة لكان عنيين كانت الزبائحة البشرية شالي شائعة تقدم للألوها نعم يريد الله من هذا الاختبار لا فقط أن يعفي إبراهيم من هذا نوع من الزبائح أن يعفي بل أن يعلن مدى ضد هذه الزبائح الله لا يرضى وقلبه لا يؤمن ولا يرضى ولا تطيب له الزبائح البشرية طبعا لأنه هنا مخلوق أنت يكونوا بركة أيضا لذلك عندما يمنع إبراهيم من أن يمد يده ويذبع إصحى يلغي بكل الزبائح البشرية نهائيا يلغي كل الزبائح البشرية إذا بدنا نقول للمشاهدين كلمة هيك واحدة ننصحهم فيها يمشوا على طريق إبراهيم ما تحب تقوله؟ أنا أقول صدق العشرة مع الله من خلال قراءة الكتاب المقدس تدفعك بإتجاه إبراهيم يللي هو الإتجاه الصحيح بس علينا عاشر كتاب المقدس بصدق نقرأ بفرح يعني نشتق نقرأ الكتاب حدد وقت صبح مساء خذ لخمس دقيقة كل يوم وقرأ تعود على قراءة وبعدين يصبح رغبة تصبح فعلا خليل الله لأنه الخلالة إذا تصح التعبير ما بعرف الخل بين الله والإنسان تبدأ من معرفة الكتاب المقدس يجعلك إبراهيم جديد أحبي من بعدها التأمل الروحي الكتير عميق وبروز شخصية إبراهيم إبراهيم الحبيب إبراهيم المحب لله الذي وثق بالإله وكان مشي معه على طريق حلوي وديت لأنه بالفعل ينتشر تنتشر هالبركة بين الشعوب والروح القدس يشتغل بين الناس أنا بتمنى أنه كل واحد مننا مثل ما قال الموسانيار يأخذ هالكتاب ويقرأ لأنه اللي بيكتشف الحب اللي ممكن يسوع يعطيه ولا ممكن حب تاني يقدر يعود عنه ولا بيعود بيسأل إلا عن أنه يحب الله ويقشع كل الناس يقشع صورة الله فيهم وبشكركم على حضوركم وبنلتقى بحلقة جديدة يكستخدم مع السله عليكم السلام اهلا اشتركوا في القناة